بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيد محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصة التداول عنوان محاضرة اليوم Market Structure يعني سوق الترند أي السوق الاتجاهي ينقسم هذا السوق إلى ثلاثة أقسام الأول Trending Market الثاني Ranging Market الثالث Shopee Market أولا Trending Market لو حبينا نفهم المصطلح ده وجزقناه هل لاقي عندي كلمة Trend معناها اللغوي اتجاه أو منحنى أو ميل وهي تعني اتجاه ملحوظ لتطور الأسعار خلال مدة معينة أي خلال فترة زمنية معينة أما كلمة Trending أو Trending Market معناها اتجاهي أو حركة اتجاهية وهذا المصطلح يعني حركة الأسعار ذات الاتجاه المحدد إما إلى أعلى في اتجاه تصاعدي وإما إلى أسفل في اتجاه هبوطي وهي حركة رأسية مائلة للأسعار بعكس الحال عندما تتحرك الأسعار أفوقيا أي أنها عكس حركة الأسعار في مدى معين وفي نطاق معين لا تخرج عنه عندما تتحرك في منطقة ضيقة صعودا أو هبوطا بدون اتجاه أو ما يعرف تريند لس أما خط الاتجاه تريند لين فهو خط مستقيم يربط بين منخفضات أو مرتفعات الأسعار ليبين اتجاه الأسعار ويحدد أماكن الدعم والمقاومة وسنرسم هذا القط على الشارط ونتعلم كيف يرسم وما هي شروطه حيث سنتعلم في هذه المحاضرة كيفية رسم الاتجاه الصعود أبتريند والاتجاه الهابط دون تريند على الشارط ولكن مبدئيا كده الاتجاه الصعود أبتريند يرسم من منخفضات الأسعار أي أنه يربط أدنى نقاط الأسعار مع بعضها البعض وهو يمثل خط دعم بينما الاتجاه الهابط دون تريند فيرسم من نقاط الأسعار العليا أي مرتفعات الأسعار وهو يمثل خط مقاومة ويحتاج الخط إلى نقطتين على الأقل ونقطة ثالثة في كلتا الحالتين سواء الاتجاه الصعود أو الهابط ولكن قبل ما ندخل في رسم خطوط الاتجاه على الشارط حابب ألقي الضوء على الاتجاه تريند الاتجاه تريند مبدئ إحصائي ثبت صحته علميا ويتم التعرف عليه من حيث كونه صاعدا أو هابطا أو جانبي بالنظر إلى أعلى وأدنى النقاط في حركة الأسعار فالاتجاه الصعود أو تريند يتشكل من سلسلة من القمم المتتالية كل قمة تكون أعلى من القمة التي قبلها بينما الاتجاه الهابط دون تريند هو عكس ما قيل عن الاتجاه الصعود يتشكل من سلسلة من الانخفاضات السعرية المتتالية كل انخفاض سعري مستوى أدنى من مستوى الانخفاض السابق له بينما الاتجاه الجانبي فإننا نجد فيه قمم الأسعار تكون أفقية في مستوى واحد تقريبا يعلو عن مستوى موازن له من قواعد الأسعار الأفقية وسوف نتناول طريقة رسمه والتداول عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله طيب ما هي سيكولوجية الأسعار عند تكوين الاتجاه عندما تتحرك الأسعار إلى جهة معينة فإن احتمال سيرها في نفس الاتجاه يكون كبير لأن الأسعار زيها زي أي شيء في الحياة يفضل السير دائما في الاتجاه الأسهل وتظل في هذا الاتجاه إلى أن يعترض طريقها ما يوقف حركتها حسب قانون الحركة الأول لنيوتن الذي ينص على أن كل جسم يظل على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي يغير من حالته هذا المؤثر الخارجي قوة خارجية تؤثر على الحركة في عالم التداول قد تكون أخبار معينة عن الزوج الذي نتداول عليه وحالة السكون هي نفسها الحركة المنتظمة التي تخطع فيها الأسعار مسافات متسوية في أزمنة متسوية تماما مثل قائد السيارة من الأسهل له التحرك في نفس الاتجاه وهو مضطر أن يغير من اتجاهه في حالة إذا قابله مطب أو مصد أو أي نوع من أنواع المعوقات التي تمنعه من الاستمرار في نفس الاتجاه ولكن من المعروف في عالم التداول أن لكل اتجاه نهاية كما هي طبيعة كل شيء في الحياة فارتفاية الأسعار أو هبطها لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وكما هو معروف في عالم التداول المقولة المشهورة أن الأسعار لا يمكن أن ترتفع إلى عنان السماء كما أنه من المستحيل التنخفض إلى ما تحت الأرض ومن المنظور الزمني هناك ثلاث اتجاهات للأسعار في حال كونها اتجاهية اتجاه قصير الأمد واتجاه متوسط واتجاه طويل الأمد ففي كل وقت تتحرك الأسعار في هذه الاتجاهات السلاسة ليست بالضرورة أن تكون متوافقة وفي أوقات كثيرة تكون الاتجاهات متضادة بمعنى أنه ممكن يكون اتجاه طويل الأجل مثلا صاعد بينما اتجاه قصير الأجل في انخفاض ويسمى في هذه الحالة حركة تصحيحية للاتجاه بمعنى أنه ممكن يكون الاتجاه عام صاعد طويل الأمد وبداخله اتجاهات هابطة قصيرة الأمد مهم جدا أن المتداول يكون عارف النقطة دي كويس بحيث أثناء التداول يأخذ سفقاته مع الاتجاه العام أبتريند وليس مع الاتجاهات التصحيحية حتى ولو كان فيها فرص كبيرة لذلك يجب على المتداول في تحليل للسوق أن يحدد الاتجاهات الصحيحة التي سيجري التداول عليها ويضع نصب عينيه الاتجاه العام والمقولة المشهورة تداول مع الاتجاه هيبقى لك نصيب وياه عشان كده بنقول أن داخل الاتجاه الواحد الرئيسي ممكن تلاقي اتجاهات غير متوفقة وغير متشابهة أو متمثلة وهناك إحصائية مفادها أن الأسعار تتزبزب إلى أعلى وإلى أدنى خلال 30% فقط من الوقت وأنها تظل معظم الوقت على نفس الحالة بنسبة 70% في التزبزب داخل هام السعري محدد فالأسعار تتقدم وتتراجع عدة مرات على التوالي بين صقف وأرضية سعرين محددين وهو ما يعرف في التمثيل البياني للأسعار بالحركة الأفقية عشان كده لابد من مراعاة البعد الزمني للاتجاه الذي تتكون فيه الأسعار والآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة من محاضرة اليوم وهي كيفية رسم خط الاتجاه تريند لاين يلزم لرسم خط الاتجاه نقطتان على الأقل والنقطة الثالثة للتأكيد كما هو معروف في علم الجبر في الرياضيات أن معادلة الخط المستقيم من الضرية الأولى تمثل بخط مستقيم يرسم بنقطتين والثالثة للتأكيد تحقق هذه المعادلة إذن ما هي الكيفية في رسم خطوط التريند خطوات رسم التريند كالآتي رقم واحد في حالة الاتجاه الصاعد نصل النقاط السعرية الدنيا التي في الأسفل ببعضها البعض عند ذيول الشموع أما في حالة خط الاتجاه الهابط نصل بين النقاط السعرية العليا للشموع عند الذيول ثم نرسم خط يوازي هذا الخط المائل وكلما زادت النقاط التي يتكون منها خط الاتجاه اكتسب الخط أهمية أكبر إذن ما هي الكيفية في رسم خطوط الاتجاه رقم واحد في حالة الاتجاه الصاعد نصل النقاط السعرية الدنيا التي في الأسفل ببعضها البعض عند ذيول الشموع رقم اثنين في حالة خط الاتجاه الهابط نصل بين النقاط السعرية العليا للشموع عند ذيول وكلما زادت النقاط التي يتكون من خط الاتجاه اكتسب هذا الخط أهمية أكبر والخط الذي يلامس ثلاث نقاط يكون أقل أهمية من الخط الذي يلامس أكثر من ذلك وهناك سؤال يقول كيف يكتسب خط الاتجاه أهميته نقدر نقول أن خط الاتجاه ترند لين أنه قوي ومهم من خلال ثلاث نقاط واحد عمر الخط اثنين عدد مرات ملامسته للسعر ثلاثة زوية ميل الخط على الأفق بالنسبة للنقطة الأولى وهي عمر الخط كلما كان الخط موجود منذ فترة زمنية طويلة كان ذا أهمية أكبر في تحليله حركة السوق كما أن طول الفترة الزمنية للاتجاه تعطي احتمالات مستقبلية قريبة بنعكاسه بعكس الحال إذا كان هذا الخط بعد كسر الأسعار لخط حديث التكوين أما النقطة الثانية فهي عدد نقاط الأسعار التي يلامسها هذا الخط فكلما كثرت عدد النقاط التي يلامسها هذا الخط كلما كان له أهمية كبرى تدل على مدى قوته سواء كانت هذه الملامسة في حالة الأب تريند أو الدون تريند أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي زوية ميل هذا الخط على الأفق إذا كانت الزوية لا تتعدى 45 درجة أي درجة ميل متوسطة عادية غير مبالغ فيها فإن كسر هذا الخط يشكل خطرا كبيرا على استمرار الأسعار في نفس الاتجاه وكلما زادت زوية ميل هذا الخط عن 45 درجة ارتفعت احتمالات الكسر للخط والاختراق ولكن هذا لا يعني بدء نعكاس فقد يكون وقفة مؤقتة لتعزيز الموقف وتكثيف السعر وتثبيته عند منطقة معينة كده من المتوقع بل من الطبيعي ألا تستمر الأسعار في الصعود أو الهبوط بهذه الشدة فالأسعار قد تستمر في نفس الاتجاه وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصاً وتروح بطاناً صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته